سنة 2018 صحيفة رويترز تنشر مقال عن حلة زكية قوي عملها الفلسطينيين جابوا عدد كبير من الطيارات الورق ورحوا على الحدود بينهم وبين اسرائيل بس قبل ما يطيروا الطيارات كانوا بيربطوا فيهم أنابل يطيروا الطيارة بعدين يقطعوا الحبلة تقوم الطيارة واقعة بالكنبلة اللي معاها تعمل حريقة في اسرائيل الموضوع ده فضل مستمر أيام وسبب حراق كتير جدا في اسرائيل لدرجة ان اسرائيل اصلا ما عرفتش توقف الموضوع ده غير بعمليات القنص واستشهد 120 فلسطين أعزائي المشاهدين أهلا بكم في دكتور بارر مع هاني شاكر مبدئيا كده يا جماعة دي أول حلقة في الموسم الثاني وإن شاء الله هيبقى فيه حلقة جديدة كل يوم حد الساعة 7 وعشان تتفرجوا على حلقات أول ما تنزل فتأكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب ومفعلين الجرز أنا متحمد فرحان حقيقي بالعودة والله والله فرحان جدا يعني اللي قاعدة من غير فيديوهات على اليوتيوب وحشة فعلا يا جماعة وبجد والله والله يعني ربنا ما اكتبع علينا تاني سبتمبر 2014 يجي مهندس استرالي اسمه روبرت مور بس الراجل ده مغرم بالطيارات الورق مغرم مغرم يعني مش أي كلام المهم الراجل ده جمع صحابه وعملوا فريق عديق كده وصنعوا طيارة وزنها 3 كيلو جرام عشان يدخلوا بالطيارة دي موسوع الجينيس عن أطول مسافة طارتها طيارة ورق في العالم الطيارة دي طارت 4880 متر يعني تقريبا 5 كيلو يا جماعة 5 كيلو انا بكلمكم ان فيه طيارة ورق طارت 5 كيلو انتو متخيلين للرقم؟ ده الواحد لما الطيارة بتاعته بتوصل للدور السادس بيصورها وينزلها عن نت ويكتب يا جماعة انتو الطيارة بتاعته ما بتطرش ازاي ليه ولو متخيل ان ارتفاع 5 كيلو ده الرقم عادي احب اقولك لا يعني مثلا لو جينا بصنا على برج خليفة اللي هو اصلا اطول مبنى في العالم اللي المباني جنبه بتبقى عاملة كده زي علب الكابريت او اطول مبنى في العالم ده بقى طوله 828 متر يعني انا بقولك ان فيه طيارة ورق طارت ارتفاع برج خليفة 6 مرات ولو فاكر ان ارتفاع 5 كيلو متر كده جيه صدفة مع الراجل فتاني احب اقولك لا الراجل فضل شغال 10 سنين في عالم الطيارات الورق 10 سنين وصرف هو وفريقه على الطيارة اللي دخلوا بقى موسوع جينز دي 60 الف دولار هو لو واحد معه 60 الف دولار يعني يعمل بهم ليه طيارة ورق اللي 60 الف دولار دول يعني كام يعني مثلا الخيط اللي كانوا بيطياروا بيطيارة الورق ده ما كانش خيط عادي وكان فيه مكان مخصص للموضوع ده عشان يستحمل قوة السحب بتاعة الطيارة على الارتفاع العالي ده وخد الكبيرة بقى كانوا حاطين جي بي اسة عالطيارة عشان يعرفوا فعلا الارتفاع اللي طاريته بجد باعتبار مثلا ان لو الخيط حوات كده شوية او كده شوية فهيطلع الرقم غلط فهم ما يا جي بي اس يطلع الرقم مزبوط تكتفاكد ان انا عندي طيارة ورق دي نهر مية بس انت ممكن تقول لي وعلى ايه ده كله يا عم يعني اساسا الطيارات الورق دي لعبة للعيال الصغيرة والرجل اللي اسمه روبرت مور ده شكله اساسا كان بعيش تفولة متأخرة باين ولا ايه لو ده رأيك فانت فعلا محتاج تسمع الكام معلومة الجايين دول واحد امريكا سنويا بتبيع خمسين مليون طيارة ورق في امريكا بس وفيه طيارات سعرها بيوصل لارقام لن تتخيلها يعني مثلا الطيارة اللي قدامك دي معروضة على امازون بالف مية سبعة واربعين دولار لا يعني رقم برضو رقم رقم كبير اتنين الصين واليابان والهند وهولندا وامريكا عندهم متاحف للطيارات الورق انت متخيل يعني متحف كامل معمول محتوط فيه طيارات ورق والناس بس بتروح تتفرج عليه بس وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل قدام شوية ثلاثة غير بقى مهرجانات الطيارات الورق اللي بتحصل سنويا في الدول دي ودول كتير غيرها أربعة غير كده في حاجة اسمها الناشنال كايت مونث ده بيكون في شهر إبريل يعني في شهر كده مخصص للطيارات الورق فنعم هتقول لي ايه ده يا دكتور بوتر ده الموضوع طلع كبير فعلا كبير ما لازم يكون كبير هو انا هكلمك في حاجة صغيرة يا ابني وبعدين هو انا اضيع وقتك ووقتي اللي هو اسما ما املك فحاجة تفهى عيب عيب لأ حقيقي عيب مش بس كده يعني كمان دقتني اتنين انا ممكن ادمرلك اسسك المعرفية كلها عن الطيارات الورق واقولك ازاي الطيارات الورق دي بتستخدم في الصد او توليد الكهرباء او والله بجد اصبر بس اصبر الحياة برضو يعني وانا بكتب سكريبت الحلقة لقيت برضو ان انا ماينفعش يعني اتكلم عن الطيارات الورق من غير مجاوب على السؤال اللي حير الملايين في الاورسينكينج بعد الساعة تنشر بالليل اللي هو كيف بدأت الطيارات الورق والله تكاثرة الاقويل في المنطقة ده هي خصوصا عن ازاي بدأت الطيارات الورق نفسها بس الاكيد المثبت في كل الروايات انها بدأت في الصين والاغلب ان كان فيه شخص لابس طائية وبيجري ورى طائر فهو بيجري الهوى طيار الطائية بتاعته ومن هنا بقى جات له فكرة الطيارة الورق المهم روح يا زمان تعال يا زمان الطيارات الورق تتطور بشكل رهيب ويبقى لها صناعات مختلفة واشكال مختلفة وكمان اهداف مختلفة لغاية ما وصلنا لمرحلة المهرجانات الدولية في معظم دول العالم المهم مع الانتشار الواسع للطيارات الورق ده فاتصين تقول لنفسها يعني الطيارات الورق اللي العالم ده كله قاعد يلعبها وعمل لها مهرجانات تبدأ عندي ومعملهاش متحف والله يعيب على سمعتي اللي زي الزفت وعملوا فعلا متحف للطيارات الورق استخدامات الطيارات الورق وصدقني يعني نظرتك للطيارات الورق قبل الكم ديها اللي جايين دول حمادة وبعد الكم ديها الجايين دول حمادة تاني خالص اول حاجة وزي ما اتكلمنا عن فلسطين في اول الحلقة فهي الحرب بداية استخدام الطيارات الورق في الحروب وهي بان القادة شافوها وسيلة زكية جدا للتعليمات وقت الحرب يعني مثلا كان وقت الحرب فالقائد بيكتب الرسالة اللي هو عايز الجيش كله يعرفها على طيارة ورق ويقوم مطير الطيارة فخلاص الجيش كله شايفها برضو زمان كان بيستخدموها في تخوف الأعداء او الله تخوف الأعداء يعني مثلا من الترائف اللي ذكرت في كتاب سامجوكساجي اللي هو تاريخ المملك السلاس وبيتكلم عن تاريخ الحضارة الكورية على فكرة اسمها صعب سامجوكساجي يعني مسهلة المهم من الكتاب بتكلم عن في أحد المرات كان فيه جيش مهاجم على كوريا ومحصرهم بقى فجيه قائد الجيش الكوري وقتها كان اسمه كيم يوسين الراجل جاله فكرة عبكارية لا عبكارية فعلا لدرجة انها خليته يكسب الحرب من غير ما يحارب أصلا الراجل أمر جنود انهم يعملوا طيارات ورق عملاقة ويطيروها على الأعداء بس قبل ما يطيروها يولعوا فيها المهم الأعداء بقى قاعدين في المخيمات بتاعتهم وسهرانين بشربوا شاي اسمه حد يسألني ومش معنا شاي ومعبصوا يا جماعة يعني في فترات الإنسان المصرية والغير مصرية لازم يشرب شاي ده معروفة يعني يا جماعة دي مسلمات المهم هو هم قاعدين يشربوا الشاي وإذا بهم يلاقوا السماء بقت مليانا سرع عملاقة وكلها مولع نار بس ما عادش بقى لنجوم ولا أي حاجة طبعا بقى مع شوية أصوات عملاقة في الخلفية بقى وطبول وبتاع فافتكروا ان آلهة النار بيضبط عليهم عشان بيهجموا على كوريا وكررت تنتقم منهم فهربوا حتى قبل ما يكملوا كباية الشاي الله يا عطا اخسارة اخسارة هم افتكروا ان ده غضب من الآلهة عليهم فانا اعمل لك حلقة كاملة اسمها الإمام بالوهم هتظهر لك في آخر الفيديو لازم تروح تتفرج عليها يعني بص هتفهم بقى الخرافات بتتكون ازاي ولين الناس بتقامن بحاجات أصلا مش حقيقية ليه الشبش بالمقلوب بيجيب الفق وليه ده القهوة خير كمان كانوا بيستخدموها في عمليات المراقبة والاستطلاع ده طبعا قبل اختراع المناظير ازاي في نوع من الطيارات الورق مشهور جدا اسمو مان ليفتن كايت وزي ما واضح من اسمها طبعا انه سهل يعني الطيارات الورقية الرافعة للبشر ماشا دي بتبقى عبارة عن طيارات عملاقة بس ببقى فيها مكان للشخص انه يركب فيها والطيارة بقى بترفعو حاجة كده زي المنطاد وطبعا دي زمان بقى خلاص كانت بتخليهم يعرفوا أماكن الجيوش والحقق ان المان ليفتن كايت سي دي استخدمت في حاجات تانية كتير يعني مثلا من الحاجات المشهورة عبر التاريخ أنها كانت بتستخدم في السرقة ده بجد كانت بتستخدم خصوصا في سرقة الأثور أو الأماكن العالية كمان في مجال الطياران يعني التجرب الأولية لصناعت الطيارات الحققية بقى كان شغلهم كله على الطيارات دي كمان كانت بتستخدم في مجال التصوير يعني المصور بركب الطيارة ومعاك كاميرا بتاعك وبيطير بقى ويفضل يصور بس عشان المشاكل اللي ساعات بتحصل في الطيارات الورق زي مثلا مشاكل في الخيط او ان الطيارة تقع فكان ساعات الراجل نفسه بيموت فبعد كده بقوا بيحطوا الكاميرا بس على الطيارة والكاميرا بقى هي اللي بتصوى وده كان تكنيك مشهور جدا في عالم التصوير اسمه Quiet Area Photography وفضل يستخدم لفترة قريبة لغاية ما تم استبداله بالدرونز كمان من الحاجات العجيبة واللي فاجئتنا انا اصلا استخدامها في الصيد خصوصا صيد الاسماك الكبيرة بيربطوا الشبكة في خط الطيارة ويرموها في البحر وبعدين يطياروا الطيارة الطيارة بقى بقوة السحب بتاعتها بتشد الشبكة مهما كانت كبيرة برضو في وقت من الاوقات كانت وسيلة مهمة جدا من وسائل القياس يعني مثلا في مكان عالي هم عم محتاجين يحددوا اغتفاعه بس مش عارفينه فيطياروا الطيارة الورق ويحسبوا طول الخيط برضو كان لها استخدمات كتير جدا في مجال العلوم يعني مثلا واحدة من اشهر التجارب اللي اتعملت على البر يمكن في التاريخ كله عملها العالم بنية من فرانكلت ايوه ايوه هو نفسه اللي انت بتشبه عليه هو نفسه اللي موجود على الدولار اه بس وقتها كان عالم قبل ما يسيب الشغلانة بقى ويتجه لمجال السياسة يعني ايه ولا تخيل تبقى عالم وبعدين تسيبه وتبقى سياسي المهم الراجل كان مقتنع ان البرق ده عبارة عن شحنات كهربية بس الزميله ما كانوش مقتنعين خالص وشايفينه انه راجل اهبل المهم عشان يزبيت لهم انه هو صح فاستنى لغاية يوم فيه برق وجيه هو وابنه وطياره طيارة ورق بس ربط فيها مفتاح معدن على اساس ان لو فعلا البرق شحنات كهربية فالمفتاح المعدن هيجمع الشحنات الكهربية اللي في الجاو وده حصل فعلا وبعد كده لما نزله الطيارة وجيه يمسك المفتاح بايده الكهرباء اللي في المفتاح سعقته والتجربة دي لها تطبقات كتير جدا يعني ان شاء الله في المستقبه هنعمل حلقة عنها لوحدها كمان مؤخرا بقت بتستخدم في التوليد الكهرباء بدل طواحين الهواء يعني بنفس فكرة طواحين الهواء ان انت محتاج ارتفاع عالي عشان تحط فيه توربينات فالهوى فوق يخلي التوربينات تتحرك فتولى الطاقة الكهربية فاقول لك لا بقى احنا ليه نبني طواحين هواء وانكلف نفسنا ما احنا ممكن نحط التوربينات دي على طيارة ورق وانطير الطيارة وهنوفر بقى تكلفة بنا الطواحين والليلة دي كلها وبالعكس الطيارة كمان هتخلينا نوصل الارتفاع اعلى بكتير من طواحين الهواء المهم يطيروا الطيارات وعلى الارتفاع العالي التوربينات دور نازل منها سلك ينقل الكهرباء للمهات فكرة بسيطة وزكية وفي نفس الوقت موفرة جدا وفي اتجاه كبير فعلا في توليد الكهرباء من الموضوع ده يعني مثلا يكفي ان اقول لك ان شركة عادية خالص يعني زي جوجل بنفسها بتستسمر اصلا في الموضوع ده وكل ده طبعا غير الرياضات الترفاهية الكتيرة جدا اللي قايمة في الاساس على فترة الطيارة الورق يعني مثلا رياضة زي الكايت بوردن اللي هو بقى يعني ان انت بتفضل ماشي على المية فبصوا يا جماعة رياضة ممتعة لازم لازم تجربوها حقيقي لازم تجربوها لكن برغم كل المميزات والاستخدامات الكتيرة جدا دي الى ان بيفضل لها اثارها على البيئة وعلى الانسان اللي ببعض الاحيان اساسا بتقدل موته يعني على سبيل المثال كلنا بنسمع سواء في مصر أو في الدول العربية عن حوادث الطيارات الورق اللي فيها الاطفال ما بيقدروش يتحكيموا في كوة السحب بتاعت الطيارة فأحيانا الطيارة بتشدهم وبتسبب في موتهم كمان بيبقى فيه مسابقات في المهارجانات بتاعت الطيارات الورق اسمها اللي هو بقى حرب الطيارات الورق بس مسابقات بجد المهمية تا كلها انت تقطع الخيط بتاعت الطيارة التاني قطعت الخيط خلاص انتك سيبت المهم أصحاب الطيارات الورق بدأوا بقى يتفننوا في شوية تريكات كده وحركات إزاي تقطع خط الخصم من مرة واحدة لغاية ما حد جي في دماغه فكرة يعني ما عرفش جابها إزاي إنه هو بيحط سمغ على الخط بتاع الطيارة وبيحط على السمغ ده بودرة إزاز مطحونة فطبعا كده الخط ببقى حمى جدا مجرد ما يلمس خط الطيارة التانية بقطعها فجي في سنة 2015 كان في مهرجان طيارات ورق في الهند وواحد بيطير الطيارة الورق بتاعته من اللي هي عليها بقى بدرة إزاز مطحون دي المهم فالهوا غير اتجاه الطيارة فمعرفش يتحكم فيها كويس فالخط اللي عليه إزاز ده جي على رقب الطفل وطبعا يعني الطيارة قوة السحب بتاعتها كبيرة جدا في خلة الخط ده أحمى من السكينة فللأسف الطفل توفى وقتها بس الهند وقتها ما تاخدش أي إجراء بسبب نوعية الخيوط دي فييجوا السنة اللي بعدها نوعية الناس اللي بتستخدم الخيوط دي كترت جدا طبعا كله بقى عايز يكسب المسابقات فيموت 3 أطفال تاني بنفس الطريقة غير 14 واحد اتصابه ده غير كمان تأثيرها على الطيور والبيئة يعني مثلا في نفس المهرجان بتاع الهند اللي مات فيه 3 أطفال ده المهرجان ده مدته 3 أيام في 3 أيام بتوع المهرجان دول تم التبليغ عن 150 طائر مدبوحين بنفس الطريقة لو طائر في الجو الخط بيخبط فيه فبيباحوا بقطعه نصين ده ده في 3 أيام بتوع المهرجان بس غير بقى كمان فيه 800 طائر بيموتوا على مدار السنة كلها بنفس السبب فالهند طلعت قرار منعت فيه نوعية الخيوط دي وحذرت صناعتها أو استخدامها وكمان فيه دول كتير تانية منعت مسابقات الفايتن كايت نفسها اللي هو اساسا يعني لا مش عايزينها اصلا غير ان فيه بعض المدن بتبنع اساسا ان انت تطير الطيارة الورق اصلا فيها بسبب ان المدينة بيبقى فيها حركة طياران كبيرة خصوصا الطيارات الهيلوكوبتر فتخد بقى سواء الهيلوكوبتر يبقى ماشي ويلاقي خط الطيارة في الشرق فلقوا الموضوع ده من الطراف الجميلة او برضو في الموضوع ده ان سنة 1760 صدر قرار في اليابان ان ممنوع منع ان بتن اي شخص يطير طيارة ورق وده لان اليابانيين كانوا وصلوا لمرحلة من حب الطيارات الورق ان هما بيروحوا يطيروا الطيارات وما بيروحوا الشغلهم اصلا فعلا اليابان كوكب لوحده الخلاصة ان الطيارات الورق شي جميل جدا جدا فلو انت من الناس اللي بتطير طيارة ورق فاستمر في ده بقيت حياتك اشتا بس لو ببقى جنبك عيال صغيرة فانصحهم يخلوا بالهم من نفسهم وهم بيطيروا الطيارة ولو انت من الناس اللي ما بتطيرش طيارات ورق فيعني مش عارف ازاي لا بجد ازاي حاول تعمل طيارة ورق وطيارها لان بجد انت فيتك متعة من متعة الحياة حرفيا وفي النهاية لو انت بتتفرج من على الفيس ما تنساش تعمل لايك وشير ولو انت بتتفرج من على اليوتيوب فادوس سبسكرايب وفعل الجرس مش حوار يعني قلنا بقى في الكومنتات عندك طيارة ورق ولا لا ولو عندك قلنا شكلها عامل ازاي وبتعرف تطيارها لغاية تكمت اشوف كل حلقة الجاية سلام اه وما تنسوش السبسكرايب السبسكرايب